اليوم حديثنا من صلب الواقع فيما يتعلق قديش الأهل قادرين أنهم يكونوا على قد المسئولية منشوف للأسف خصوصا مع الجيل الجديد نوع من أنواع التهرب من المسئوليات سواء بسبب الانشغال أو قلة الشعور بيئة المسئولية أو لأسباب أخرى في البداية قدي بتحسي الأهل منضبطين بتربية أبنائهم نعم يعطي كل عهد يوشيك أن نقل لكم على هذا الموضوع فعلا المهم اللي بمس شريحة كبيرة منها لأنه زي ما بتعرفوا أنه الأهل في الفترة الحالية عم بيكونوا منشغلين عن أبنائهم نتيجة انخراطهم في أعمالهم سواء الأم أو الأب وخروج المرأة للعمل فهذا عمل لود أكبر على الأهل وبالتالي أصبح الانشغال يعني هذه سمة العصر عن الأهل عن الأبناء فبالتالي هذا موضوع كتير مهم وإحنا بحاجة لنصلط الضوء صراحة على موضوع الأسرة وأهمية الأسرة ودورها الأساسي المناط فيها اللي من شأنه يعني يثري هذا الطفل وهذه الأبناء لأنهم هم اللي رح يكونوا يفعلنا في المستقبل هم اللي رح يكونوا في طريقهم للمستقبل ويعني في حياتهم المستقبلية فإحنا بحاجة ماسة إلى تربيتهم وتنشئتهم تنشئة سوية ونراعي البيئة الأسرية الجاذبة البيئة الأسرية المريحة والداعمة للأبناء لأنه هذا من شأنه أكيد بالتأكيد يأثر بشكل إيجابي أو سلبي على الأبناء نعم يعني أسباب انشغال الولدين ربما السفر أحيانا كثرة السفر ربما وجودهم ببلد غريب مثلا لازم تطرين هم التنين يشتغلوا وما في حدا حتى يحل مكان العائلة الممتدة اللي هي أعتقد كمان بتلعب دور مهمة كتير لما يكونوا موجودة وأيضا كنا منحكي تحت الهواء أنه الدوام صار ساعات طويلة صار فيه كتير عبئ على الأسرة فيعني هذه الأسباب قديش ممكن تدخل بتفاصيل اليومية للطفل وقديش ممكن تأثر سلبا على تربيته نعم التأثير أكيد رح يكون كبير لأنه زي ما حكينا بالسابق الأسرة هي النواة الأساسية واللي بنشأ الطفل من خلالها بتلقى الدعم بتلقى الرعاية بتلقى كل ما يحتاج له حتى ينشأ بشكل سليم فبالتالي يمكن زي ما تفضلتي الآن طبيعة الحياة صرنا الأسرة النواة ما كان زي السابق يعني الوضع في السابق كانت ممكن الجد والجدة موجودين عدد ساعات الدوام تكون قصيرة هذا من شأنه كله أن يؤثر بشكل أو بآخر على الفترات اللي بيقضيها الأهل لذلك لو بنا نشوف شو تأثير هذا الأمر على الأبناء رح نشوف أنه يعني إذا نشغل الأهل على الأبناء فهم بحاجة رح نشوف أنهم بحاجة جدا ليحسوا بأنهم هم مقدرين وعندهم هذه الثقة بالنفس فإحنا بحاجة صدقا لنكون داعمين للأبناء حتى يشعروا بالثقة ويشعروا بأنهم قادرين على أدوارهم المستقبلية فإذا إحنا تخلينا عن هذا الدور رح نصير فيه قالب سيء للأسف نعم دكتورة بدنا نقدم يعني شكلين للعلاقة هلأ إذا الأهل مجغولين وإحنا بنعرف أنه بحسب الوضع الاقتصادي المرأة والرجل صار واجبهم أنهم يشتغلوا برا البيت ليلبوا الاحتياجات وبالآخر لمصلحة أبنائهم لمستوى معيشة أفضل وهذا مفهوم كيف بدهم يعودوا ساعات العمل والانشغال هل الأهل قادرين على هذا التعويض ولا رح يكون فيه ضرر لمحال إذا نحكي بصراحة نعم شكرا إليك هذا السؤال كثير مهم هلأ إحنا كيف نعود هذا الانشغال كونه إحنا هذا أمر لابد منه أصبح لابد منه فإحنا بحاجة الآن إلى يعني يعني إدارة الوقت بشكل جيد إحنا لابد أن ننتبه للوقت النوعي الذي نقضيه مع أبنائنا فإحنا بحاجة دائما لليقاءات أسرية داخل الأسرة بحيث نضمن وجودنا مع أبنائنا تفاعلنا معهم بتعرفوا أنتم المراحل النمائية مختلفة اللي بمر فيها الأطفال سواء الأطفال الصغار الرضع بهم بحاجة إلى نوع من الرعاية الخاص لما الطفل بينشاء بيصير بالمدرسة بيصير فيه عنده بعض المشكلات الأخرى اللي ما كنا إحنا شايفينها سابقا بعد شوي بصبح الطفل مراهق فأيضا بتنشأ عنده مشكلات أخرى بحاجة إلى أنه يكون الأهل معه خطوة بخطوة فغياب هذا الدور بيأثر طب بدي أتوقف فس عند نقطة الوقت النوعي في ناس بيحكو لك مثلا لازم ساعة كاملة ناس بيقول لك عشر دقائق هل الوقت النوعي محدد بوقت ولا طريقة نحن نعلك هلأ شوف الوقت النوعي هو الوقت اللي فعلا له تأثير إيجابي هذا هو الوقت اللي نحكي عنه نوعي بغض النظر كانت عشر دقائق كانت نص ساعة أو كانت ساعة مرات إحنا بنقضي مع أبناءنا ساعة طويلة بعد ما نعود من العمل ولكن ما بيكون فيه لها أي تأثير لأنه إحنا ما بنكون يعني قضينا هذا الوقت الجيد معهم ما تفاعلنا معهم وين بيجي الوقت النوعي يعني أنا أتفاعل مع أبنائي أتناقش معهم أتحاور معهم وبالتالي يصير في لغة حوار مشتركة بيني وبين الأبناء حتى إحنا نكسر هذا الحاجز اللي دايما بيكون بين الأهل والأبناء وهذا بعوض عن الساعات الطويلة أو الأيام مرات عن الغياب نعم هلأ إذا كنا قضينا هذا الوقت ما هو للأسف إحنا اللي بصير إنه إحنا بعد قضاء عملنا يعني بصير في عنا يعني يمكن تراكمات وأعمال إضافية داخل البيت فبالتالي إحنا ونظلنا منشغلين أيضا داخل بيوتنا وإذا كان عنا متسع من الوقت إحنا نقضي على الشاشات فهذا الدور للأسف اللي إحنا عم نحكي عنه وهذا كتير حساس ومهم إحنا بحاجة لتعويضه وهون دكتورة يعني شغلة الشاشات وشغلة التكنولوجيا وإنه الواحد بروح على البيت بقعد بحضر تلفزيون أو بحضر التاب والأولاد نفس الشيء يعني هذا ليس وقت نوعي وأكيد ما في تواصل فيه وهي فكرة التواصل ربما جزء كتير مهم وفي أيضا أهل بقولوا إنه بأعمار معينة أصلاً هو صغير لسه ما بفهم فاليوم العمر اللي اليوم يعني قليلا نحدد الأعمار وقديش بده وقت منه وقديش لازم يكون موجودين بحياة الطفل في هذا العمر لأنه عم بيتغير إحنا بنعرف الطفل لما يكون بسنواته الأولى مختلف تماماً عن الطفل لما يصير بده يبلغ سنوات المراهقة على سبيل المثال بسنوات المراهقة كمان بيصير فيه عنده تغييرات كتير كبيرة فحدسينا أكتر عن هذه المراحل العمرية قديش محتاجين إنه نكون وعيين لإلهاك بالضبط شكراً إليك هلأ العلماء نفس النمو حددوا المراحل النمائية وحددوا أداء إحنا بكل مرحلة من المراحل النمائية إحنا بحاجة إلى إن نكون مع الأبناء يعني يمكن البعض يفكر إنه طفل الرضيع ما بيعرف التواصل أو ما بيهتم للتواصل بالعكس إحنا من أول يوم بيبدأ فيه الطفل بالتواصل مع الأم أولاً بالالتساق فيها بالاقتراب منها بالرضاعة الطبيعية وغيرها من الأشياء لابد من التواصل حتى البصري بيني بين ابني حتى وإن كان أنت بتشايفينه أنه مش شايف لا هو بحاجة من هذا الوقت تخيلوا أنه هو بحاجة إلى التواصل البصري بعد ذلك كل ما زي ما حكينا كل ما بيكبر الطفل كل ما طبيعة الاحتياجات تختلف ولكن هو يبقى بحاجة للأهل الأهل هم مصدر الدعم الوقت بقل حاجة الوقت بتقل هلأ ما ألها دخل بالوقت هلأ طبيعة الحال طبيعة فترة الحضانة الطفل اللي بعد الولادة الساعات اللي نقضيها لأنه هو غير قادر على تحامل مسؤولية طعم نفسه ورعاية نفسه الذاتية فبالتالي إحنا نقضي وقت معه إضافي لأنه إحنا بحكم هذه الأشياء بس مش معناه أنه منقضي معه هذا الوقت أنه إحنا خلاص تركينه كتير من الممارسات منشوفها الأهل ممكن يعطوا الطفل الرضاع على حاله يرضاع فيها وهيك وتفكر الأم أنه هي ملبي حاجاته لا بالعكس إحنا بحاجة هو للتماس والالتصاق بالطفل وكذلك الأمر فيما بعد يعني ما بتتخيلوا أنتوا قديم إحنا منظلنا كبار ونظلنا بحاجة إلى الضم إلى الاحتضان إلى الإحساس بالأمان لأنه مصدر الأمان الأول هو الأسرة بالذات الأم والأب وإحنا مننا نحكي عن الدورين يعني الدورين أساسيات ومهمات مش فقط دور الأم ولا دور الأب فقط إحنا بحاجة للدورين نعم دكتورة كمان بنشوف للأسف يعني من بعض المشاهدات في أهل بتهربوا من المسؤولية مش بس بسبب الإنشغال أنا بشوف أهل بعتبروهم ديكور أكثر يعني بصورة على الإنستغرام وأنا صار عندي أسرة ولكن هم ما عندهم الوعي الكافي بكيفية قضاء الوقت مع أبنائهم قديش بتشوفي هذا السيناريو أيضا موجود للأسف عم نشوفه للأسف زي ما تفضلتي على أرض الواقع الأهل بكونوا منشغلين ومع ذلك كمان يعني بحاولوا يلقوا الأعمال على الخادمة على هذا رعاية الأبناء بالجدود نعم بالضبط وحتى مرات لو بكون في عنا وقت نحاول نشغله بالأجهزة الإلكترونية حتى إحنا شوي نقضي وقت لإلنا لأنه أصلا صارت حياتنا إحنا ضاغطة بشكل أو بآخر ولكن إحنا زي ما حكيتي لازم نركز على هذه الفئة وتهتم بأبنائهم إحنا إذا حكينا إذا الأسرة كانت صح سليمة البناء المجتمع كله حيكون سليم كتير مشاكل عم نشوفها حتى على فكرة بعد الزواج منشوف طبيعة العلاقات الأسرية أصبحت هذا ونسبة الطلاق عم بتزيد شو سببها؟ لأنه أصلا إحنا ما نشغنا أبنائنا بالطريقة الصحة بالنموذج الأول بالضبط يعني فيه نماذج عم بتطلقوها أولا بعدم الاهتمام التواصل بين الزوج والزوج أمام أبنائهم إحنا ما منهتمع فكرة لهذه النقاط مرات مفكر الطفل صغير ومش فاهم إيش عم بيصير بدي أسألك دكتورة شو العلامات اللي بتبين عند الطفل المهمل أو الحاجاته غير ملبطة يعني عليك هلأ الإهمال كتير سيئ فيه نماطين كتير سيئين من أنماط الرعاية الوالدية الإهمال الزائد والحماية الزائدة التينين هدول سلبيات فلما منحكي عن الإهمال الناتج عن هذه المشكلة تحديدا منشهد أنه يعني الطفل يصبح غير قادر على تلبية احتياجاته يعني هو أصلا غير ملبط حاجاته وبالتالي هذا سيينعكس بشكل أو بآخر على مفهوم الذات لديه تخيلوا لأوين فهذا الحكي ممكن ينشأ عنده اضطرابات نفسية وإحنا ما منكون عارفين الأوسرية اللي كان بيناتهم فكتير مهم أنه إحنا نحاول أنه نقضي الوقت الطويل مع أبناء قدر الإمكان وما حكينا الطويل بس بالمدة يعني الوقت فعلا النوعي المفيد بالله بعيونهم بالضبط بالضبط نتواصل معهم حتى التلامس الجسد كتير مهم وأساسي شكرا جزيلا دكتورة لوجودك معنا شكرا جزيلا دكتورة رند عربيات استشارية نفسية وأوسرية أعطيك ألف عافية